على النساء تغطية وجوههن إذا خرجن للعلامة جلال الدين المحلي رحمه الله من أئمة الأزهر ومن كبار الشافعية قال رحمه الله عند تفسيره لقول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن جمعج الباب وهي الملاءة التي تشتمل بها المرأة أي يرخين بعضها على الوجوه إذا خرجن لحاجتهن إلا عينا واحدة ذلك أدنى أقرب إلى أن يعرفن بأنهن حرائر فلا يؤذين بالتعرض لهن بخلاف الإماء فلا يغطين وجوههن فكان المنافقون يتعرضون لهن وكان الله غفورا لما سلف منهن من ترك الست رحيما بهن إذ سترهن